اعتمد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان المخطط التفصيلي لست وثلاثين قرية بمدينة شبين القناطر وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد الهجان أنه سيتم سير في إجراءة العرض على رئيس مجلس الوزراء لتصديق لاستصدار قرار العمل بتلك المخططات التفصيلية التي اعتمدت ليبدأ العمل بعد نشرها بالجريدة الرسمية حيث يتم بالمخططات تحديد عروض الشوارع بالمناطق القائمة ومناطق الامتداد وتوطين الخدمات وأضف محافظ القليوبية أن إنهاء تلك المخططات يأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة